دي حقيقة ما حدش يقدر ينكرها كولر احتكر كل البطولات منذ قدوم له قيادة النادي الاهلي والحقيقة انا مش مع الناس اللي ممكن تقيم مستقع ومدرب من مباراة يعني ما مافعش يعمل جيم عظيم فيبقى احسن مدرب في الدنيا ما ما مافعش يعمل جيم وحش فيبقى مدرب فاشل يمكن كولر كان ليه اخطاءه الناس كتير خدت بالها في المباراة انه الاهلي طبعا كورا ما قدمش احسن او افضل مستقعاته في البطولة دي لكن الاهم في القصة هو حسم اللقم ده شيء ما حدش يقدر ينكره وخلينا نتفق انه اعظم مدربين العالم اللي مفيش على اسماء ومخلاف ليهم اخطاء واخطاء كت مكلفة يعني اذا بكلمك مثلا على بيب جارديولا بيب جارديولا ما حدش ينكر انه واحد من افضل مدربين اللي مش في العصر ده اللي جون في تاريخ رياضة كورت القادر لكن في اوقات كتير جدا اخطاءه بتبقى فادحة ومكلفة وما حدش يقدر ينسى مثلا مكسابه الكبير قدام الريال في مبارات الزهاب ثم خسرته في السواني الاخيرة في مبارات العودة وخروجه من بطول الدوري الابطال في لقب كان الاعراب لي او حتى الموسم اللي قبله عطول وصوله للمبارات النهائية في وقت العالم كله اجمع لان فرص الستي مع جارديولا اقوى بكتير جدا من شلسي مع توماس طوخل ورغم كده اخطاء جارديولا قدت لفقدان الستي لقب كارلو عن شلوتي نفسه كارلو انا بديكم بس على سبيل المثال مش هلحاصف لطبع كارلو عن شلوتي نفسه في اخر بطولة ريال مدريد قدم اسوأ عروض قدمها ريال يمكن في تاريخه في بطولة دوري الابطال يعني انا فاكر انه ملاعب اوروبا الحقيقة كلها شهدت يعني كوارس لريال مدريد كوارس قدام تشيلسي وكوارس قدام باريس سان جيرمان وكوارس قدام الستي وكوارس قدام ليفاربول حتى في المباراة النهائية طول مشوار الريال مع انشلوتي كانت قمة المعاناة بالنسبة لجماهير ريال لكن رغم كده نجح انشلوتي في نحاق اللقب والتاريخ ما بينساش او ما بيفتكرش غير الالقاب حساب كورر الحقيقة يمكن فنيان في المباراة ما تدرش تديله العلامة الكاملة لكن تكتكيا ريته للمباراة يعني اختياره واسماء غيارة المعادلة في الملعب توقيت نزولها كل ده طبعا ليه وعليه ومن وجهة نظرة جير وجهة نظري غير وجهة نظر كل الاهلوية لكن في النهاية يحسب للراجل الحقيقة انه مفيش فريق مصري غير النادي الاهلي قدر يحقق اي لقب محلي منذ تولى كولر المسئولية ده غير طبعا انجازاته التانية التتويج بدوري ابطال افريقيا على حساب الودات في كازابلانكا وبالتأكيد طبعا برونزية كاس العالم والعروض القوية اللي قدمها على حساب الاتحاد حد جدة على حساب قراءة ورادز بطل اسيا وبطل اليابان كل ده الحقيقة يقول للرجل انه الرجل حقيقة صاحب فلسفة وانه الرجل واحد من المدربين اللي حطوا بصمة رغم انه الفترة اللي قضاها مع الاهلي ما تعتبرش كبيرة جدا